بأجلها بعز الله الرسل وبها يدخل الأبرار الجنان وبسببها يدخل المفار النار بها تغفر بها وبسببها تركب في ركب رسول الله وبها يتخلى عند النبي محمد صلى الله وسلم على رسول الله مع هذا العوام تعيش في إذن الله الكلمة أمانا فتق الله عباد الله واعلموا أن الله يسمع ويراه واعلموا أن الله قد غال في كتابه المشيد وهو أصفق قائلين وما ينفذ من قوف إلا لديه قديد عديد أما ترامعي أخي وأبيبي بالله أن الأخلاق قد ساءت الأخلاق أخلاقنا فينا بيننا إلى فيما بيننا ساءت الأخلاق بل أصفق الأنفاض فإنسان في شارعه أكرمكم الله صرف صحي بالليل والنهار تخرج منهم قطوبا فما كان من هذا الرجل إذا وأنه استألف واسفق وإذا بهذا الرجل يستألف ويستشعر بأنه أمر عادي أن يواتبك القضوان أمام مليكه بالليل والنهار فأصبح أمر عادي وأسأل الله عز وجل عباد الله أن يمكن أن يتين وإياكم شر ويساء كما أحضر النبي العبنان صلى الله عليه وسلم أنفاض مزيئة عباد الله حتى توارسها الشباب وتوارسها كذلك الأطفال فنسمعها ببير والنهار وأسأل الله تتبارك وتعالى أن يحببنا في بعضنا اللهم حببنا في بعضنا اللهم حببنا في بعضنا وكشياطينا الإنس والجن من بيننا اللهم من أراد أن يزرع الفرقة بيننا وأن يزرع الكراهية بيننا وأن يشدد الشبلنع أدنا فيه آية بعد آية يا رب اجعل لكل غالب النهاية أنت حسبنا ونرى الوكيل نعم زاد الأنفار وأصدحتنا نوفا سواء المقروعة أو المسموعة أو المكتوبة إلا ما رحل مرده نعمل عباد الله بل إن معكم مننا يا عباد الله من يستشهد طقال الله وقال رسوله على مدنمات في الأنفاص والأخواة وأسأل الله تعالى أن يطهر على السنتنا وأن يطهر على قلوبنا إن قل لي اسمي فهو حسبنا ونرى الوكيل الكذبك يا عباد الله خطيرة من غاية انظر انظر إلى هذا الذي جلس على صفحات لأن تمنت من صفحك إلى صفحة يجب كلام الله يوما آه النبي رجل صلى الله عليه وسلم تواجهنا وقال أنتم ما عرفتم من أنا أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشت بين أصلاعي وعشت بين الكفار والأشراع فما يطهر من سنتين عاما أو بالتحديد تلاثا سنتين سنة ما خرج العيد من قالبك الأكبر محمد رسول الله تلاثا سنتين سنة معرفة فتار إلى ثم رسول الله طريقة ونقال يدي رسول الله سبيلا ونسأل الله تلاله وتعالى أن يرسلنا اسم التفلل بأخلاق رسول الله ساعة الأخلاق والله أم الناعب ورب الكعبة يعيش أزلة في الأخلاق وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وأن يأخذ بيدها وأن يجمع الشم وأن يوهد الكلمة اللهم الأمين يا رب العالمين حذر أين هذا قد استخدل الكلمة في الداخ فيصره بالليل والنهار والطلوع كل من مستق سبحان الله رب العالمين و هذا قد أجرى فتاديه ليلا ونهار وأسأل الله تبارك أقد عاد أن ينجينا وذاك هذا ضد هذا وذاك مع هذا وذاك إن إله وإن إليه رجعون عباد الله إن لنا قائد من سنة مهمة رسول الله قال أباه لنا على ليك في سورة النور وإن تطيعوه وإن تطيعوه تهدد تطيع من تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى الكريمة قبل أن تتنفض بها قبل أن تتنفض بها قبل أن تتنفض بها هذا مستمع إليها النبي المهمة صلى الله عليه وسلم علام الله هل تتنفض بها صلى الله عليه وسلم على سورة انظر إلى أحوالنا حتى في بيونتنا انظر إلى المال كيف يتعامل مع سوجته بكل كلام وأسأل الله العفو والعافية كلمات أصبحت مالوسة أصبح أسماء الكيوانات في بيونتنا أصبت يا كذب وأن تقوم يا كذب وأن أصبح يا كذب سبحان الله رب العالمين سبحان الله والنبي المهمة صلى الله عليه وسلم في أمي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إليه الخبر لأننا بأثم أما ذر النفاري أما ذر النفاري رابع أربعة في دين كنة صلى الله عليه وسلم رابع أربعة من الذين قالوا نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يوما ووصل إليه الخبر بأنه عاير ببلد مرضاه وقال له تلك الكلمة هي من السوداء وصلت إن وصلت الكلمة إلى مدني رسول الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أمي ذر الكفاري رضي الله عنه الله أمي ذر الكفاري الذي قال عنه النبي ما بمه صلى الله عليه وسلم والله ما أظلت الزرقاء والله ما أظلت الزرقاء أي السماء اسمع ولا قلة القبراء أي ضرق أينما مشى على أرضها على ضغرها ولا مشى تقتصد فيها رجل أصدق نذجة من نبي ذر هذا وصل النبي لأبي ذرق ومن على ذلك حينما قال الأب الزرق تلك الكلمة هي من السوداء شاكز المري صلى الله عليه وسلم وقال له يا أب الزرق إنك مبتن فيك جاهلية فيك جاهلية أقول يمن السوداء للذين أخلاق وصفات صفات جهان جهان وما كان منه إلا أن بكى أب الزرق حينما سمع منه وهو يتكلم الزرق ولكن انظر إلى أهل الإيمان حينما يذكر بكلام الله أو بكلام رسول الله فما كان من أب الزرق إلا وأنه جاء بلاله ووقف بين يديه والنبي والصحابة أنا بالمجتمع المدلي فما كان من أب الزرق إلا وأنه وضع خده على الترار وأقسم على أبي وأقسم على بلاله وأقسم على بلاله أن يطأ بقدمه خداما أن يطأ خده برزاله فبكى بلاله وبكى الصحابة هؤلاء الرجال الذين ربانوا مرحبا رسول الله وهو يمكن يقول أقسمت بالله عليك يا بلال أقسمت عليك بالله يا بلال أنتظر بالإشبك هذه السوداء خد هذا الرجل الذي فيه من الشاهرية أفضل سبحان الله فوقع مقفلة وفي جواية بالفعل فت درر بقصر أثين رفعها وقربها لن يخفض تلك المزارات في الأقوال والأحوال انظر إلى بيوتنا انظر إلى أكوالنا انظر إلى خصوماتنا انظر إلى معاداتنا انظر إلى مجتمعاتنا انظر إلى ما حصلت إذا حصلت بسيارتك إلى عملتك بالصباح انظر إلى الفاضي الذين التي تسللها البزينة وتعالوا معنا لليش مع فضورتها من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم اسمع إلى قول مولانا